بسم الله نبدأ دائما وأبدا وبحمد الله ننتهي إن شاء الله أبنائي وبناتي الطلبة في كل مكان أهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات اللغة العربية مع موضوع جديد من إحدى موضوعات القواعد النحوية عنوانه تمييز العدد هذا الموضوع يحتاج إلى نوع عال جدا من التركيز تعالوا نشوف مع بعض في نهاية هذا الدرس يكون المتعلم قادرا على أن يحقق ثلاثة أهداف هدف معرفي يعرف تمييز العدد وصوره وإعرابه هدف وجداني يشعر بجمال اللغة العربية وقواعدها هدف مهاري يوظف تمييز العدد في الكلام والكتابة تعالوا نشوف بقى مع بعض إيه موضوع تمييز العدد سنتناول موضوع العدد من خلال أربعة عناصر هي صوره تمييزه تذكيره وتأنيسه وآخر حاجة إعرابه وبناءه يبقى دي صور أو موضوعات تمييز العدد هنشوف صور العدد هنشوف تمييز العدد هنشوف تذكير العدد وتأنيسه هنشوف إعراب العدد وبناءه أولا صور العدد يأتي العدد على خمسة صور العدد المفرد وهذا النوع من واحد إلى عشرة يبقى العدد المفرد بيشمل الأعداد أو الأرقام من واحد إلى عشرة النوع الثاني العدد المركب وهذا النوع يشمل الأعداد من حداشر إلى تسعتاشر النوع الثالث الفاز العقود وهذا النوع يشمل الأعداد من عشرين إلى تسعين لكن بقول إيه؟ عشرين، تلاتين، أربعين، خمسين إلى تسعين دي اسمها الفاز العقود النوع الرابع الأعداد المعطوفة والنوع ده بيشمل الأعداد من واحد وعشرين إلى تسعة وتسعين آخر نوع معايا من صور العدد لفظة مئة وألف ومضاعفاتهما يعني معايا العدد مية والعدد ألف والمضاعفات بتاعته تعالوا نشوف مع بعض الأمثلة اللي موجودة قدامنا في المثال الأول بقول قرأت تسعة كتب وسبعة قصص الأعداد اللي ذكرت في هذا المثال تنحصر ما بين العدد تلاتة إلى تسعة جايب لي في الجملة الأولى رقم تسعة وفي الجملة التانية رقم سبعة المثال التالي بقول في المدرسة سلاسة عشرة معلما وتسعة عشرة معلمة العددين اللي مذكرين في هذا المثال بنقول عليها أعداد مركبة تلاتتاشر وتسعتاشر في المثال الأخير بقول في المدرسة تسعة وتسعون طالبا وخمس وسبعون طالبة العددين اللي ذكروا في هذا المثال بنقول عليها أعداد معطوف عليها رقم تسعة وتسعين والعدد التاني خمسة وسبعون طيب يا ترى حكم مخالفة العدد هنا أو موافقته للمعدود بنقول إيه تخالف الأعداد المعدود في التذكير والتأنيس تمييز العدد هو اسم نكرة يأتي بعد العدد مباشرة ليوضح إبهامه تعال نشوف مع بعض هذا المثال بقول اشتريت أربعة كتب كلمة أربعة دي بقول عليها العدد وكلمة كتب دي بقول عليها تمييز العدد زي ما احنا شايفين كلمة كتب اسم نكرة جاء بعد العدد مباشرة يختلف بقى تمييز العدد باختلاف العدد نفسه كما يلي العددان واحد واثنين العددان واحد واثنين لا تمييز لهما ويكتفى بذكر المعدود فقط يبقى العددين واحد واثنين ما لهمش تمييز بنكتفي بإيه بذكر المعدود فقط لما آجي أقول حضر رجل وامرأتان يبقى أنا هنا جبت المعدود فقط لكن ما جبتش أي عدد لهم وإذا ذكر العدد بعدهما كان صفتان يبقى لو أنا حطيت عدد بعد هذا المعدود يبقى ما يعتبرش بقى تمييز لا بيعتبر ايه يعتبر صفة تعالوا نشوف مع بعض هذا المثال حضر رجل واحد وامرأتان اثنتان يبقى واحد هنا هو نعت واثنتان نعت لما أجي أقول بقى رأيت رجلا واحدا وامرأتين اثنتين يبقى هنا واحدا نعت منصوب واثنتين نعت منصوب تمام أما الأعداد من ثلاثة إلى عشرة فده تمييزها دايما جمع مجرور الأعداد من ثلاثة إلى عشرة تمييزها جمع مجرور تعالوا نشوف مع بعض المثال حضر أربعة رجال فين التمييز هنا كلمة رجال جمع مجرور لما أقول لما أقول رأيت سلاسة رجال رأيت سلاسة رجال برغم أن العدد هنا جاي منصوب لكن التمييز بتاعها برضو مجرور لما أقول سلمت على عشرة رجال يبقى كل مرة في هذه الأمثلة سواء كان العدد مرفوع أو منصوب أو مجرور بيكون التمييز بتاع العدد من ثلاثة إلى عشرة جمع مجرور تعالوا نشوف مع بعض هذه الأمثلة المثال الأول بقول زارني رجل وامرأتان العدد هنا فين واحد واثنين التمييز بتاعه بدون ليس له تمييز واحد واثنين طيب المثال اللي بعده بقول شاهدت رجلا وامرأتين العدد واحد واثنين التمييز بتاعه بدون ليس لهما تمييز المثال التالي قرأت سلاسة كتب وحفظت عشرة نصوص العدد من ثلاثة إلى عشرة التمييز بتاعها كلمة كتب وتمييز الآخر كلمة نصوص فهنا التمييز بنقول عليه إيه بقى جمع مجرور طيب المثال اللي بعده اشتريت أحد عشرة كتابا بتسعة وتسعين جنيها العدد عندي من حداشر إلى تسعة وتسعين طيب التمييز بتاعها فين اشتريت أحد عشرة تمييز الأول كتابا بتسعة وتسعين جنيها كلمة جنيها هي التمييز الثاني في هذه الجملة والتمييز هنا بيكون مفرد منصوب آخر مثال معايا بقول في مكتبة المدرسة مئة قصة وألف كتاب العدد لفظة مئة وألف ومضاعفاتهما التمييز بتاعهم بقى فين كلمة قصة وكلمة كتاب التمييز هنا بيكون مفرد مجرور يبقى احنا نحفظها بالشكل ده ونفهمها ونستوعبها كويس جدا العددان واحد واثنين ليس لهما تمييز الأعدد من ثلاثة إلى عشرة التمييز لازم يكون جمع مجرور الأعداد من حداشر إلى تسعة وتسعين التمييز بتاعهم مفرد منصوب لفظة مئة وألف التمييز بتاعهم مفرد مجرور تعالوا نشوف مع بعض النقطة التالتة معنا في هذا الموضوع وهو تذكير العدد وتأنيسه بنقول العدد قد يأتي موافقا للمعدود تذكيرا وتأنيسا يبقى العدد ممكن ييجي موافقا للمعدود سواء كان مذكر أو مؤنس لما أجي أقول جاء جنديان إثنان وأقول جاءت معلمتان إثنتان أو العدد قد يأتي مخالفا للمعدود تذكيرا وتأنيسا لما أجي أقول في هذا المثال لي خمسة أعمام ولي ثلاث عمات تمام يبقى ممكن العدد يكون موافق للمعدود وممكن يكون مخالف له تعالوا نشوف مع بعض هذه الأمثلة المطروحة أمامنا في المثال الأول بقول في الفصل طالب واحد وطالبتان إثنتان العدد اللي أنا عايزه هنا فين العدد واحد واثنين طب في المثال اللي بعده قرأت أحد عشر كتابا واثنتي عشرة قصة العدد هنا حداشر واثناشر فقط آخر مثال في المدرسة واحد وخمسون طالبا واثنتان وستون طالبة الأعداد اللي أنا عايزها في مثل هذا المثال العدد واحد وعشرين واثنين وعشرين حتى واحد وتسعين واثنين وتسعين دي معنى إيه؟ يعني أنا الأمثلة اللي تنطبق في هذا المثال واحد وعشرين واثنين وعشرين وواحد وتلاتين واثنين وتلاتين حتى واحد وتسعين وتنين وتسعين حكم مخالفة أو موافقة العدد هنا للمعدود بقول إيه؟ يوافقان المعدود في التذكير والتأميس يعني شفت فوق قلت إيه؟ طالب واحد قلت أحد عشرة كتابا قلت واحد وخمسون طالبا يبقى هنا العدد يوافق المعدود في التذكير والتأميس في هذه الأعداد فقط تعالوا نشوف مع بعض مجموعة أخرى من الأمثلة في المثال الأول قرأت تسعة كتب وسبعة قصص العدد هنا عندي من ثلاثة إلى تسعة طب المثال اللي بعده في المدرسة ثلاثة عشرة معلما وتسعة عشرة معلما العدد هنا بقول عليه عدد مركب اللي هو من تلاتتاشر إلى تسعتاشر طيب في المثال الأخير في المدرسة تسعة وتسعون طالبا وخمس وسبعون طالبة ده العدد اللي بقول عليه مع أعداد معطوفا عليها الحكم هنا بقى إيه في المخالفة أو الموافقة تعالوا نشوف مع بعض وبنقول الأعداد هنا تخالف المعدود في التذكير والتأنيس يعني شايفين فوق خالص قرأت تسعة كتب كلمة كتب كلمة جمع مفردها كتاب كلمة كتاب مذكر ولا مؤنس مذكر يبقى العدد بتاعها تسعة تن ييجي مؤنس طيب كلمة سبعة قصص خصص مفردها إيه قصة يبقى مؤنس يبقى العدد ييجي مذكر سبعة قصص وهكذا تمام تعالوا نشوف مع بعض هناه في هذا المثال قرأت عشرة قصص العدد هنا إيه العدد عشرة فقط ده عدد بقول عليه عدد مفرد طيب حكم المخالفة أو الموافقة هنا إيه بقى بقول يخالف المعدود في التذكير والتأنيس نرجع لهذا المثال بتاعنا كلمة قصص ده اللي هو المعدود مفردها قصة كلمة قصة مؤنسة يبقى أجيب كلمة عشرة إيه أيوة مذكر تمام فبالمثال الآخر قوله تعالى إني رأيت أحد عشرة كوكبا العدد هنا هو عشرة مركب الحكم هنا يوافق المعدود في التذكير والتأنيس تعالوا نشوف مع بعض هذا المثال وبقول عندي مئة حصان وألف ناقة العدد هنا بنقول لفظة مئة وألف ومضاعفاتهما حكم المخالفة أو الموافقة للمعدود بنقول تأتي بصيغة واحدة مع المذكر والمؤنس يبقى لفظة مئة ولفظة ألف تأتي بصيغة واحدة ما بتتغيرش تعالوا نشوف مع بعض النقطة الرابعة والأخيرة في هذا الموضوع وهي إعراب العدد وبناءه بنقول العدد إما أن يكون معربا أو مبنيا العدد إما أن يكون معرب أو مبني فالعدد تتحدد حالته من حيث الإعراب والبناء حسب صورته العدد حالته بتتحدد من حيث الإعراب أو البناء حسب حسب الصورة بتاعته تعالوا نشوف مع بعض هذه الأمثلة اللي قدامنا المثال الأول لخمسة أعمام العدد هنا في هذه الجملة خمسة إعراب مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة المثال التالي شاهدت أربعة علماء العدد أربعة وإعراب مفعول به منصوب بالفتحة المثال الأخير سلمت على تسعة رجال إن العدد هنا تسعة وإعراب اسم مجرور بحرف الجر وعلامة جره الكسرة تعالوا نشوف مع بعض هذا المثال في المكتبة إحدى وعشرون قصة العدد هنا إيه؟ إحدى كلمة إحدى تعرب مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضم المقدرة كلمة عشرون تعرب معطوف مرفوع وعلامة رفعه الواو ليه؟ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم نشوف مع بعض بعض الأمثلة الأخرى والمثال الأول عمري أحد عشرة عاماً العدد هنا أحد عشرة إعرابه خبر مبني على فتح الجزئين في محل رفع بقول عليه خبر مبني على فتح الجزئين في محل رفع المثال اللي بعده سلمت على تسعة عشرة معلماً العدد تسعة عشرة إعرابه اسم مبني على فتح الجزئين في محل جر اسم مبني على فتح الجزئين في محل جر تعالوا نشوف مع بعض مثال آخر وبقول نجحت إسنة عشرة طالبة العدد هنا إسنة إعرابها فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمسنة كلمة عشرة إعرابها اسم مبني على الفتح لا محل له من الإعراب نشوف بعض الأمثلة الأخرى والمثال الأول بقول نجح مئة طالب العدد هنا مئة إعرابه فاعل مرفوع وعلامة رفعه الآلف وحزفة النون للإضافة المثال اللي بعده زرعنا ألفي نخلة العدد ألفي إعرابه مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء وحزفة النون للإضافة تعالوا نشوف مع بعض نموذج إعرابي النموذج الأول يقول تعالى إني رأيت أحد عشر كوكبا كلمة إني إن حرف ناسخ يفيد التوكيد ولياء ضمير المتكلم مبني على السكون في محل نصب اسم إن كلمة رأيت رأى فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل والتاء تاء الفاعل ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل وجملة رأيت جملة فعلية في محل رفع خبر إن أحد عشر عدد مبني على فتح الجزئين في محل نصب مفعول به كوكبا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهرة تعالوا نشوف مع بعض نموذج آخر وبقول في الفصل عشرون طالبا في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب الفصل اسم مجرور بحرف الجر في وعلامة جره الكسرة وشبه الجملة في الفصل جار ومجرور في محل رفع خبر مقدم كلمة عشرون مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم كلمة طالبا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة تعالوا نشوف مع بعض القاعدة العددان واحد واثنين لا تمييز لهما ويكتفى بذكر المعدود وإذا ذكر العدد بعدها كان صفة الأعداد من ثلاثة إلى عشرة تمييزها جمع مجرور ويعرب مضافا إليه الأعداد من حداشر إلى تسعة وتسعين تمييزها مفرد منصوب لفظة مئة وألف ومضاعفاتهما تمييزها مفرد مجرور ويعرب مضاف إليه العددان واحد واثنين وافقان المعدود تذكيرا وتأنيسا سواء كان مفردين أم مركبين أم معطوفا عليهم الأعداد من ثلاثة إلى تسعة تخالف المعدود تذكيرا وتأنيسا سواء كانت مفردة أم مركبة مع عشرة أم معطوفا عليها العدد عشرة إذا كان مفردا خالف المعدود تذكيرا وتأنيسا إذا كان مركبا مع غيره وافق المعدود تذكيرا وتأنيسا الفاظ العقود من عشرين حتى تسعين ولفظة مئة وألف ومضاعفاتهما مئتان وثلاثمئة إلى تسعمئة وألفان وسلاسة آلاف إلى آخره لا تختلف صيغتها مع المعدود مذكرا أو مؤنسا العدد المفرد من ثلاثة إلى عشرة ولفظة مئة وألف يعرب كل منهما حسب موقعه في الجملة وبالحركات الظاهرة وفي حالة تسنية مئة وألف يعربان إعراب المسنة مع حسف النون عند الإضافة العدد إثنى عشر واثنتى عشر يعامل الجزء الأول منها إثنى واثنتى معاملة المسنة فيرفع بالألف وينصب ويجر بالياء أما الجزء الثاني عشر وعشرة فيبنى على الفتح وتنطق الشين فيها مفتوحة إذا كان التمييز مذكرا وساكنة إذا كان التمييز مؤنسا ملاحظات العدد الثانية إذا لم يكن مضافا وكان المعدود مؤنسا تحزف الياء والتاء في حالتي الرفع والجر ويوضع تحت النون كسرتان تعالوا نشوف مع بعض المثال حضرت سمان من البنات درجات السلم أكثر من سمان إذا ذكر العدد بعد المعدود يجوز تذكير وتأنيسه لما يجي أقول ذكرت دروسا ثلاثة أو ذكرت دروسا ثلاثا قرأت قصصا أربعة أو قرأت قصصا أربعا يحدد نوع التمييز من حيث التذكير والتأنيس حسب مفرده مثال مجالات مفردها مجال يساوي مذكر منافع مفردها منفعة تساوي مؤنف تعال نشوف بقى مع بعض التدريدات القطع اللي قدامنا دي نإراها مع بعض ونخلي بالنا منها بنقول مصر بلد السلم والسلام منحها الله منزلة عظيمة بين الدول يتعاون أبناؤها مخلصين للعمل على تقدمها ورفعتها وهي أكثر الدول تعاونا مع غيرها ولا ينكر فضلها إلا جاحد تعال نشوف بيقول لي في السؤال ألف أعرب الكلمات الملونة عندي أربع كلمات منزلة أبناؤها تعاونا ينكر كلمة الأولى كلمة منزلة أعرابها مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة كلمة أبناؤها فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم والها ضمير مبني في محل جر مضاف إليه كلمة تعاونا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة كلمة ينكر فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم تعالوا نشوفها مع بعض على نفس القطعة والسؤال رقم بيقول استخرج من الفقرة حالا الحال موجود في هذه الفقرة فين شايفين مع بعض كلمة مخلصين يبقى دي الحال نوعها مفرد طيب عايزين نطلع من الفقرة اسما معربا شايفين مع بعض كلمة مصر هذه الكلمة بنقول عليها اسم معرب طيب اسما مبنيا كلمة هي علشان من الضمائر تبقى هي اسم مبني طيب عايزين نطلع نعت النعت موجود هنا بقى فين كلمة عظيمة نوع مفرد طيب آخر حاجة بقى مطلوبة عايزين نطلع خبر الخبر هنا كلمة أيوة بلد مصر بلد السلم والسلام يبقى دي خبر تعالى نشوف مع بعض السؤال رقم جين بيقول لي اكتب الارقام في الجملة التالية بحروف صحيحة واضبط تمييزها إن عدد طلاب فصلنا 12 طالب و 15 طالبة فيكون عددنا 27 طالب هيجيب لي جملة زي كده والارقام بين خسين وبيقول لي اكتبها بالحروف كلمة 12 هنكتبها ازاي 12 طالبا الرقم التاني وصلنا الى نهاية حصتنا اليوم واتمنى ان القاكم دائما على خير باذن الله واترككم في رعاية الله وامنه مع وعد بلقاء جديد ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة